القرآن نزل في مكة وقرئة في مصر هذه مقولة شهيرة تعكس إبداع قراء القرآن المصريين وشهرتهم الواسعة في أرجاء الدول العربية والعالم الإسلامي الشيخ محمد السلكاوي هو واحد من القراء المعروفين في مصر فهو يقرأ بإذاعة القرآن الكريم الإذاعة المصرية الشهيرة كما أنه وجه معروف في مراسم العزاء التي يحييها بقراءة القرآن في جميع أنحاء مصر ولكن السلكاوي تصدر مؤخرا الأخبار ليس لعذوبة صوته في التلاوة إنما بسبب فيديو يظهر فيه السلكاوي أثناء تلاوته القرآن وسط جمع من الناس حيث طلب منه أحد الحضور إعادة تلاوة بعض الآيات وهذا ما حدث لنشاهد هذه الحركة التي قام بها الشيخ بيديه أثناء التلاوة والتي رأاها البعض كحركة راقصة وتمايل أشعلت جدلا واسعا تحركت على إثره الإذاعة المصرية وقررت إيقاف القارئ لمدة عام وقالت اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمتهرين بالإذاعة والتلفزيون إن أسباب وقف السلكاوي جاءت نظرا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية أما نقابة القراء في مصر فأشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد السلكاوي وقالت في بيان قامت النقابة بإبلاغ رئيس الإذاعة المصرية وقامت بتكليف المستشار القانوني بإبلاغ النيابة العامة ضد هذا القارئ وعلى مواقع التباصل الاجتماعي طبعا كان هناك سيل من التعليقات على مقطع الفيديو فهنا متعب يقول صوته جميل الله يهديه بس ما احترم آيات الله وما أعطاها حق الخشوع أما بالنسبة لمودي فهو يقول الشيخ ولا الطوح ولا رقص كان بيسخر من أسلوب الراجل وصوته الجميل يغفر له لو أخطأ أما إبراهيم فيقول القارئ محمد السلكاوي له تاريخ وغريبة منه هذه السقطة وأخيرا محمد يعلق ما حدث من الشيخ محمد السلكاوي أعتقد أنه أمر عفوي لا يجب أن ننصب له المشانق بسببه طبعا مشاهدينا بعد هذه الضجة نشر محمد السلكاوي نجل القارئ الشهير منشورا على صفحته على فيسبوك قال فيه كلنا ما اعترفين أن المقطع فيه خطأ وخطأ كبير وهذا لا ينقص من تاريخ والدي ولكننا نعترف أنه في هذا الموقف قد جانب والدي الصواب وتجاوب مع المستمع ونعتذر إلى الله أولا ثم إلى جمهورنا ومحبينا في كل مكان شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها